فكننا بريز وسيقى بيت واحد من رفقات أهلي كنت يعرف صباح واجت صباح تغني بريز واجت عشيت عنا وكن عمري شي سبع سنين وفاتت صباح تعرف شو يعني فاتت صباح على البيت بفتكر صرت شقرة من وراها لأن هذا مش لون طبيعي شعرة هيك الفستان طبعا فاضية عندي صورة مع بفتكر بحطة دايما هكي حطا خطي لا اتزاك ملا مرة شو حالو كان هالإحساس ذاك تشوف نزلت من السيارة طلعو كل الناس من كل الشيران من بيوتهم عم بيطلعو مني مش معقول ملا مرة فضيعة صباح وانو التراث التعلو بكع الأطلال الايام الزعل كذا صباح واسد انو انه بمقاطي اه كده نعاك انو كل الوقت يعني انو كل الوقت يعني شي واسي ايقونيك انو كتير كان جوه جو الرأس و جوه الجوه يعني كلها كانت جداً تسمع اذا بتسمع عندي كم فينيل لقلا لانو في أساس ما بقى يعني ما بقى توصل انو ميوصل الهاتس تبع بس تسمع الهاتس بس بس بيطلعو سوء كان لديها فسطان بيدوي معروفة كان لديها فسطان بيدوي تعرف أنه صباح غنيت بالفرنسيوي في غنية أنا لأقللي من أحلى أغاني اسمها هالي دبكي يا باقوف هالي دبكي يا باقوف اسمعوها بتطير العقل وعملي الديس كامل بالفرنسيوي للولاد صوتها بيشبه صوت هي عندها صوت بيخذ العقل صباح كيف توس في صوتها بيشبه صوت إذا بدك أنا بحب شبه بس بيشبه صوت داليدة لما بتغنيه فرنسيوي لأنه هي بتلفز الأر ما بتلفز أغ يعني مش معقول عندها غنية للولاد اسمها صوت الصوت بتي لابن صوت صوت هاي ده غنية معروفة صوت الصوت بتي لابن هلا بنحطها كمين مش معقول مش معقول فا مين اللابان بالغنية هايك ما منعرف ما منعرفين الأرنب بس يالي عم بقولوا أنه أنه لازم نرجع نرجع عن حتى هايدي الموسيقى يعني أنه كلوت فرانسوا وداليدة وكنت عم تحكي عن غريب حتى كلمة كلوت فرانسوا وداليدة ومشروع ليلى أو كل الفنانين يعني عم نحكي عنهم الموسيقى تبعيتنا بتاخد العائل وبعرف أنه أنا بتهجب أنا لما كنت عايشة ببريز بعرف كتير من أصحابي كانوا يروحوا يحضروا فيروز منهم لبنانيين منهم عرب صح كانوا يتتفول بغسية ليه هلا اسمها أكوغ أرينا وكي 15 ألف شخص كانوا يروحوا يحضروا فيروز ونصهم مش لبنانية مش راحين يسمعوا بحبك يا لبنان أو أغاني لأنه هني بدون يتذكروا لبنان لا أم كلسوم ظهرت من مصر وفي حد ما بيعرف أم كلسوم برات العالم مراحب إذا عبيدت هذا الكليب فيكن تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا وسبسكرايب على شانل تبعنا هون وإذا بدكم تحضروا سرد الكاملة فيكن تحضروا هون